موسيقى أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم السلة في أسبوع حلقتنا اليوم تضمن دور الدرجة الأولى وأيضا بطولة كرة السلة للصغار تحت عشر سنوات اللي نظمها تلفزيون الكويت برنامج السلة في أسبوع بالتعاون مع الاتحاد الكويتي لكرة السلة ويشارك بهذه البطولة جميع الأندية والبطولة كل يوم جمعة كل يوم جمعة من الساعة أربع لغاية الساعة سبع بالنادي العربي أيضا هذه دعوة لللاعبين المدربين الإداريين أنهم يشوفون هذه البطولة ويشوفون اللاعبين الصغار يشوفون البراعم يشوفون مهاراتهم نتمنى أيضا من أولياء الأمور يكونون متواجدين مع أولادهم في هذه البطولة بالنادي العربي كل يوم جمعة الساعة أربع راح نبدأ معاكم في دوري الدرجة الأولى مباراة الكويت والساحل الكويت طبعا هو اللي متصدر الدوري مخسران ولا مباراة لاعب 13 مباراة وفايز بال13 بالنسبة للساحل الساحل مركزه من رئيس السادس الخامس السابع يعني مع الفرق يعني حقيقة نقول المتقدمة بالنسبة لأن فريق نادي الساحل كان في الموسم الماضي والموسم اللي قبله في المركز الأخير هالسنة نشوفه مع الكابتن وليد الهندي فريق الساحل تغير حقيقة مباراة الكويت والساحل فاز الكويت على الساحل 75-48 خلونا نشوف مباراة الكويت مع الساحل بسم الله الرحمن الرحيم على الشط يحييكم من صالة نادي الجهر الرياضي لأنقل لكم مباراة نادي الكويت والساحل ضمن بطولة الدور العام للدرجة الأولى في القسم الثاني بداية المباراة الكورة مع الكويت حمد عدنان ما يسجلها تحت السلة الشمري عبدالله الشمري يحط لنغطتين عبدالله الشمري جوردن يحط لنغطتين لفريق نادي الكويت شعلان مهنة شعلان يمر الشمري عبدالله حلوة حلوة عبدالله الشمري عبدالله الشمري أيضا يحط لنغطتين لفريق نادي الكويت والكورة معه الشعيب مهنة الشعيب الشعيب يحاول يمر الشعيب مهنة ويمر على السلة الشعيب الشعيب وفي فاول فاول لمصلحة الساحل رميتين فاول لمصلحة نادي الساحل هذا شعيب مهنة واخوه أيضا يلعب بالكويت شعلان مهنة رغم اثنعش شعلان مهنة وشعيب لاعب الساحل لاعب رغم اربعة عشر يسجل الرمية الأولى شعيب مهنة يسجل الرمية الأولى رح يرمي الرمية الثانية الساحل مع الكويت الكويت فايز في جميع مبارياته وهو اللي متصدر الساحل قاعد يلعب على من المركز الخامس والسادس كرة معه شعيب مهنة شعيب حاول حطة ثلاثية حاول يمر شعيب شعيب مهنة يمر خلق مرة ثانية الساحل مع الكرة إلى فارس نصار فارس نصار على السلة يأخذها مرة ثانية فريق الساحل شعيب حمد عدنان الكويت مع الكرة حمد يمرر مرة ثانية الكويت إلى الخباز على السلة يحاول يسجل ويحط له نقطتين أحسين الخباز أحسين الخباز يحط له نقطتين كرة مرة ثانية مع الكويت عبد الرحمن الجمعة إلى الضفيري فهد الضفيري عبد الرحمن الجمعة تميرات سريعة يشوفوا الكويت أحسين الخباز ويحط له أيضا نقطتين أحسين الخباز أحسين الخباز يحط له نقطتين لفريق نادي الكويت والكرة مع الكويت الكويت هو الأفضل وهو اللي مسيطر ويأخذها مرة ثانية الساحل الساحل الكويت أحسين الخباز أحسين ما يسجلها يأخذها مرة ثانية عبد العزيز الفضلي الكويت إلى حمد عدنان مرة ثانية حمد يكملها حلوة حمد عدنان حمد عدنان الأسطورة شوف هذا الأسطورة حمد عدنان يكمل لك كرة حلوة يسجل نقطتين لفريق نادي الكويت حلوة يا حمد راشد رياض الرباح مرة ثانية مع الكرة إلى عبد الله يحاول يحط لها ثلاثية ما يسجلها فريق الكويت مرة ثانية الكرة مع الساحل هجم عن طريق خلف عبد العزيز إلى حمد حمد يحط لها حلوة نقطتين حمد جمعة حمد جمعة يحط لها نقطتين لفريق نادي الساحل راشد الرياض الرباح مع الكرة المايسترو يمر يحاول يمر مصطفى عبد المنعم تميرات شوف فريق نادي الكويت سريعة فريق الساحل يلعب دفاع المنطقة زون حسين الخباز يحط لها نقطتين حسين الخباز يحط لها أيضا نقطتين لفريق نادي الكويت شعيب شعيب مهنة الساحل شعيب حاول يمر هو صانع الفريق شعيب مهنة يمر على السلطة تميرة حلوة حلوة يا شعيب وأحلى حلوة حمد عدنان حمد جمعة اللي هو شوف اللاعب رغم ستة سلطان سليمان حلوة يا سلطان سلطان سليمان عمران هذا ولد اللاعب سليمان عمران لاعب نادي في حيحيل والمنتخب الوطني سابغا من أفضل اللاعبين كان بالكويت سلمان عمران لاعب متميز في نادي في حيحيل والمنتخب الوطني وأيضا نقطتين عن طريق شعيب مهنة حلوة عن طريق شعيب مهنة أيضا نشوف السلطان لابس نفس رغم أبوه سليمان عمران كان أيضا يلبس رغم ستة في المنتخب والحيحيل وحاليا أيضا ابن سلطان يلعب في الرغم 6 في نادي الساحل والكرة مرة ثانية لكويت حسين الخباز الضيع من الخباز يأخذها مرة ثانية هذا سلطان سلطان سلمان عمران إلى حمد جمعة حمد جمعة يمرر كرة يأخذها لاعب نادي الكويت وهجما للكويت راشد رياض الرباح المايسترو راشد رياض الرباح يحط لنقطتين حمد جمعة الرمية الثانية يأخذها مصطفى عبد المنعم إلى راشد رياض المايسترو راشد رياض حلوة الرباح المايسترو أيضا يحط لنقطتين لفريق نادي الكويت شوف الكويت بدأ يضغط على فريق نادي الساحل والكرة مرة ثانية هجمة ودنك حلو حلوة شوف دنك حلو من الخباز حسين الخباز يحط له أيضا دنك حلو والكرة مع الساحل والحكم يصفر يقول في مخالفة المشي على لاعب نادي الساحل شفنا مباراة الكويت مع الساحل واللي فاس بيها الكويت على الساحل 75-48 المباراة الثانية أيضا كانت مباراة غوية تكون من جانب واحد بين النصر والصلابخات النصر قاعد أيضا يبي يكون هو مع الفرق المتقدمة في الدوري لكن طبعا الأول والثاني والثالث والرابع فيه يعني المركز الأول والثاني بين الغاتسية والكويت لحد الآن الفريقين مو خسرانين والأنبارات العربي مع الجهرة على المركز الثالث والرابع النصر ممكن مع الساحل على الخامس والسادس بس مباراة كانت أيضا مهمة للنصر مع الإصلابخات وفاز النصر على الإصلابخات 79-30 خلونا نشوف مباراة النصر مع الإصلابخات بسم الله الرحمن الرحيم على الشطح حييكم من صالة الشهيد اقشيعان عبد الرحمن المطيري بنادي النصر الرياضي لأنقل لكم مباراة نادي النصر والإصلابخات ضمن بطولة دوري الدرجة الأولى القسم الثاني بداية المباراة وأول نقطتين للنصر محمد ماجد محمد ماجد الحمزة بداية المباراة ونقطتين للنصر والكرة مرة ثانية مع فريق النصر يحاول يمر يأخذها اللاعب ناصر شاهر لاعب نادي الإصلابخات يمرر بندر بندر الحسيني مع الكرة فريق نادي الإصلابخات يحاول يمر ويمر بندر كرة يأخذها مرة ثانية ناصر شاهر ويحط له نقطتين ناصر شاهر لاعب نادي الإصلابخات ناصر شاهر يحط له أيضا نقطتين لفريق نادي الإصلابخات طبعا فريق النصر قلنا هو ينافس على المركز من الخامس إلى السابع نادي الإصلابخات في المركز الأخير ما فاز ولا مبارات وثلاثية يسجلها لاعب بدر الاعتبي بدر الاعتبي لاعب النصر يحط له ثلاثية النصر يسعى أنه يقدم مباراة حلوة يفوز في المباراة علشان أيضا يتغدم في المركز والإصلابخات أيضا يحاول أنه يفوز علشان أنه يكون في أول مباراة ممكن يفوز فيها والكرة مرة ثانية الإصلابخات يحاول يسجل عبد العزيز محمد ويحط له نقطتين حلوة حلوة شوف لاعب نادي الإصلابخات حلوة لاعب عبد الرحمن راضي عبد الرحمن راضي يحط له نقطتين وأيضا ثلاثية أيضا ثلاثية لأعتيبي بدر لأعتيبي يحط له أيضا ثلاثية لفريق نادي النصر النصر هو الأفضل هو اللي قادر يضغط على فريق نادي الإصلابخات والكرة مرة ثانية الإصلابخات يحاول يمر تشوف اللاعب بندر الحسيني كرة مقطوعة يشيلها منه يأخذها مرة ثانية اللاعب عبد العزيز المولي إلى بدر الاعتبي مرة ثانية النصر يأخذها وتشوف حلوة ريباند حلو وأيضا نقطتين أيضا نقطتين شوف نقطتين عن طريق لاعب نادي النصر حلوة نقطتين أيضا لفريق نادي النصر محمد ماجد يمرر إلى المولي المولي عبد العزيز المولي مع الكرة فريق نادي النصر عزيز المولي يحاول يسجل ويحط له حلوة حلوة يحط له نقطتين حلوة يا المولي عبد العزيز المولي يحط له أيضا نقطتين لفريق النصر والكرة مع الاصلبخات يحاول يأخذها شوف حلوة محمد إبراهيم مع الكرة محمد إبراهيم يمر إلى الاعتبي الاعتبي مرة ثانية حمزة كرة مقطوعة يأخذها مرة ثانية لاعب نادي الاصلبخات وهجم لفريق نادي الاصلبخات وتحت السلة ويحط له نقطتين مخلد الهرشاني مخلد الهرشاني يحط له نقطتين لفريق نادي الاصلبخات والكرة معه منصور جلوي جلوي يمر المولي إلى الاعتبي الاعتبي تمريره حلوة تحت السلة يحاول يسجل ويحط لنقطتين محمد نبيل السيسي السيسي يحط لنقطتين لفريق نادي النصر محمد السيسي والكرة معه الاصلبخات النصر مسيطر حقيقة سيطرة كاملة على فريق نادي الاصلبخات الاصلبخات مقادر يسوي أي شيء في هذه المباراة والكرة مع الاعتبي بدر الاعتبي يمرر تحت السلة ويحط لنقطتين أيضا نقطتين نشوف السيسي محمد نبيل السيسي يحط لنقطتين والكرة مع فريق نادي الاصلبخات الاصلبخات قلنا ما فاز ولا مباراة لحد الآن نحاليا في القسم الثاني كرة مع الهرشاني يمرر ضيف الله حاول يمر ضيف الله حمدان ضيف الله حمدان وتمريره إلى عبد الرحمن راضي ويحط نقطتين عبد الرحمن راضي عبد الرحمن راضي يحط لنقطتين لفريق نادي الاصلبخات والي اعتبي مع الكرة يعتبي مرر مرة ثانية إلى منصور تمريره مرة ثانية إلى الحمزة على السلة ويحط لنقطتين محمد ماجد الحمزة يحط لنقطتين لفريق النصر النصر هو الأفضل النصر هو المسيطر على المباراة من بداية المباراة وقدر أنه يوسع الفارق إلى ثلاثين نقطة والكرة مرة ثانية مع فريق نادي النصر محمد الحمزة يمر إلى منصور جلوي 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 يحط لثلاثية منصور منصور جلوي يحط لثلاثية حلوة ثلاثية حلوة لفريق نادي النصر منصور جلوي منصور جلوي يحط لثلاثية والكرة مرة ثانية تشوف لاعتيبي لاعتيبي يحط لثلاثية بدر لاعتيبي أيضا ثلاثية للنصر شفنا مباراة النصر مع الاصطابخات واللي فاز فيها النصر على الاصطابخات 79 30 المباراة الثالثة وكانت أقوى مباراة حقيقة خلال هذا الأسبوع كانت بين العربي مع الجهرة العربي في القسم الأول كان فائز على الجهرة والعربي أيضا يريد يفوس بهالمباراة علشان يكمل مشواره مع الغادسية والكويت يكون أيضا ينافس على المركز الثالث أو الثاني الجهرة نفس الشيء لأن الجهرة تعثر في المرحلة الأولى في القسم الأول خسر مباراة من النصر وأيضا خسر من العربي وخسر من الكويت وخسر من الغادسية يبيعوض الخسائر يبيكون أيضا هو في مركز متقدم مباراة كانت حلوة وقدم الفريقين مباراة حقيقة متميزة وتعادل الفريقين في المباراة ولعبه واكتظافي وفاز الجهرة على العربي سبعة وثمانين أثنين وثمانين خلونا نشوف مباراة العربي مع الجهرة بسم الله الرحمن الرحيم على الشرط يحييكم مصارة نادي كاظم الرياضي لأنقل لكم مباراة نادي الجهرة والعربي في بطولة الدوري العام في القسم الثاني القسم الأول العربي هو اللي كان فايز هذه المباراة في القسم الثاني والفريقين طبعا متغاربين حقيقة في المركز يتنافسون على المركز الثالث والرابع مع كاظم والكرة مرة ثانية يشوف تحت السلة ويحط لنغطتين الملك عبدالله الصراف عبدالله الصراف ملك كرة السلة الكويتية يحط لنغطتين للعربي من اللي راح يفوز راح نشوف مباراة حلوة راح نشوف مباراة حلوة مباراة غوية العربي والجهرة برحمه على السلة الضيع ياخذها مرة ثانية فريق نادي الجهرة هجم على السلة العثمان يحط لنغطتين بدر العثمان يحط لنغطتين لفريق نادي الجهرة هذا العثمان والكرة مرة ثانية مع الاسباعي الملكي فهاد الاسباعي لعب نادي الغتسية سابقا حاليا يلعب للعربي هو عبدالله الصراف الملك والملكي والكرة مرة ثانية مع برحمه برحمه يحط لثلاثية يحط لثلاثية هي يوسف برحمة حلوة مباراة حلوة من اللي راح يفوز الجهراء والعربي الكرة مع الاسباعي الاسباعي اخذها الصراف عبدالله الصراف الى الاسباعي مرة ثانية العربي مع الكرة دفاع شوف مان تمان من فريق نادي الجهراء والكرة مع فريق العربي علي علي حاول يسجل ويحط لنقطتين علي صفر هذا علي صفر اللاعب نادي يرموك ايضا وحاليا انتغل الى العربي والكرة مع علي صفر علي صفر يمرر الى الصراف عبدالله الصراف الصراف يحاول يمرر الى الاسباعي الاسباعي اضيع المطيري كرة مقطوعة ياخذها مرة ثانية بدر العثمان وهجم للجهرة العثمان ويحط لنقطتين بدر العثمان يحط لنقطتين لفريق نادي الجهرة تعادل تعادل من اللي راح يفوز والكرة مرة ثانية يحاول يمر تركي يضيع ياخذها عبدالله الصراف الملك مع الكرة الصراف يمرر الى علي صفر ويضيع لمطيري يحط لنقطتين محمد صالح لمطيري يحط لنقطتين للعربي حلوة مباراة حلوة من اللي راح يفوز العربي او الجهرة والكرة مع تركي الشمري تركي 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 يحط لنقطتين هذا تركي شوف تركي الشمري يحط لنقطتين حلوة تركي حمود الشمري 13 ثمانية العربي متقدم لحد الان في المباراة مثل ما احنا شايفين مباراة حلوة بريغين قاعد يقدمون مباراة حلوة ايضا جانب من لاعبين نادي الناصر والجمهور اللي متواجد اليوم في صالة نادي كارضمة كرة مع الاسباعي فهد الاسباعي مع الكرة حاول يمور يفاع من عاد النافع كرة مع برحمة كرة مقطوعة اخذها الصندل الى تركي 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 الشمري يحط لنقطتين تركي الشمري شفنا مباراة العربي مع الجهرة واللي فاز فيها الجهرة على العربي في الوقت الإضافي 87 82 المباراة الرابعة كانت بين نادي كارضمة مع نادي النصر في الغسم الأول كارضمة كان فايز على النصر لكن النصر قدم احتجاج بأن نادي كارضمة ملعبين اللاعب حسين المسوي والشروط ما كانت تنطبغ عليه وفعلا الاتحاد عطى النقطتين لفريق نادي النصر كارضمة يبيعوض الخسارة هذه أيضا خسارة هذه مو خسارة سبولة صفر يعني كأنه مغلوب مباراتين النصر أيضا نفس الشي يبي يدخل الفرق المتقدمة مثل ما قلنا وكارضمة يبيحافظ عالم السوا ومركزها أيضا في المركز الثالث هو مبارات كانت حلوة وقدموا الفريقين مبارات متميزة بالنهاية فاز فريق نادي كارضمة على النصر 79 77 خلونا نشوف مبارات كارضمة مع النصر بسم الله الرحمن الرحيم على الشط حييكم من صارة نادي كارضمة لأنقل لكم مبارات نادي كارضمة والنصر في بطولة الدوري العام في القسم الثاني القسم الأول كارضمة فاز على النصر لكن قدم احتجاج النصر على المبارات والاتحاد أعطى الفوز لفريق نادي النصر ووافق على احتجاج فريق نادي النصر اليوم كاظما كاظما أيضا يلعب على المركز الثالث لأن الأول والثاني خلاص صب الغاتية والكويت حاليا الغاتية والكويت على المركز الأول والثاني كاظما ويحط لنقطتين شوف اللاعب المولي عبدالعزيز المولي مباراة حلوة مباراة حلوة كاظما وقلنا النصر النصر أيضا يحاول يفوز في المباراة وكاظما أيضا يعوض الخسارة مثل انسحاب اللي يحسبوها في المباراة الأولى وراشد الخضر يحط لثلاثية راشد راشد سعود الخضر حلوة راشد الخضر راشد الخضر يحط لثلاثية لفريق نادي كاظما والكرة مع بدر الاعتبي الاعتبي مع الكرة النصر بدر الاعتبي حاول يمر ويمور الاعتبي اضيع ويأخذها مرة ثانية وتمريرها سريعة إلى المولي عبدالعزيز المولي مع الكرة عزيز المولي مرر إلى بدر الاعتبي الاعتبي إلى يوسف اعقاب المطيري يوسف ويحط لنقطتين يوسف اعقاب المطيري يحط لنقطتين كرة مع احمد البلوشي البلوشي بدر الاعتبي الاعتبي مع الكرة حاول بدر الاعتبي تشوف دفاع ضغط على الاعتبي والكرة مع يوسف اعقاب المطيري يمر إلى المولي المولي مرة ثانية شوف محمد نبيل السيسي السيسي حط لنقطتين محمد نبيل السيسي يحط لنقطتين وأشكناني الضيع يأخذها مرة ثانية ويحط لنقطتين محمد أشكناني أشكناني هذا أشكناني يحط لنقطتين والكرة مع الاعتبي بدر الاعتبي يحاول يمر الاعتبي الاعتبي يمرر كرة مقطوعة يأخذها مرة ثانية السيسي إلى الاعتبي الاعتبي الضيع إلى اعقاب ويحط لنقطتين يوسف اعقاب المطيري حلوة يا يوسف يحط لنقطتين يوسف اعقاب يحط لنقطتين لفريق نادي النصر ورامية إضافية رامية إضافية عن طريق يوسف عقاب الامطيري لاعب نادي النصر الرامية الإضافية الضيع يأخذها أشكلاني إلى الابلوشي الابلوشي أحمد الابلوشي ساحر كرة السلة الكويتية هذا لاعب نادي كاظمة والمنتخب الوطني شوف الابلوشي يأخذها مرة ثانية الامطيري الامطيري كرة مقطوعة يأخذها اللاعب عبدالله توفيق السعيد مرة ثانية تحت السلة يحاول يسجل يأخذها الامطيري إلى الاعتبي الاعتبي هجمة سريعة إلى منصور والضيع من منصور جلوي يأخذها أحمد الابلوشي مرة ثانية فريق نادي كاظمة كرات قاعدة ضيع من الفريقين ومثل ما احنا شايفين استعجال في الباص والتصويب من الفريقين كرات ضائعة كرة مرة ثانية مع لبلوشي أحمد لبلوشي يحاول يمرر لبلوشي أحمد مرر إلى تمريرة حلوة تحت السلة ويحط لنقطتين حلوة شوف أشكناني محمد أشكناني يحط لنقطتين لفريق نادي كاظمة أشكناني لعتبي بدر لعتبي يحاول يمرر إلى السيسي محمد نبيل السيسي مرة ثانية إلى يوسف عقاب إلى مطيري إلى لعتبي لعتبي ويحط لنقطتين بدر لعتبي يحط لنقطتين هذا بدر لعتبي يحط لنقطتين كرة مع لبلوشي أحمد لبلوشي يمرر إلى فارس الفضلي الفضلي مرة ثانية إلى عبدالله البدر البدر مع الكرة يحاول يسجل الضيع تحت السلة ويحط لنقطتين فارس الفضلي فارس فالح الفضلي من اللاعبين المتميزين في الكرات المرتدة خصوصا في الكرة الثانية هو اللي يقدر ياخذ الريباوند والكرات المرتدة على سلة الخصم والكرة مرة ثانية هجمة للسيسي الضيع من السيسي إلى لبلوشي لبلوشي كاظمة مع الكرة أحمد لبلوشي يمرر هجوم تحت السلة والضيع من محمد ناصر مثل ما قلنا الاستعجال بالتصويب والكرة مع لبلوشي لبلوشي الملك شوف ملك كرة السلة طبعا اللي هو ساحر كرة السلة الكويتية أحمد لبلوشي شفنا مباراة كاظمة مع النصر واللي فاز فيها كاظمة على النصر تسعة وسبعين سبعة وسبعين وصلنا إلى دوري كرة السلة للصغار تحت عشر سنوات اللي نظم هذه البطولة تلفزيون الكويت برنامج السلة في أسبوع بالتعاون مع الاتحاد الكويتي لكرة السلة يوم كان ممتع واللي فاجأني حقيقة أولياء الأمور كانوا تارسين صالة بهبهاني بالنادي العربي يايين شجعون أولادهم كأنهم طالعين رحلة الأبو مع الأم مع الأولاد ولدهم اللي يلعب خصوصاً أولياء أمور لاعبين نادي كاظمة واللاعبين نادي الغادسية كان يوم ممتع استنسوا فيه اللاعبين الصغار وقدموا مهارات حلوة ومباريات وايد كانت حلوة خلونا نشوف مهرجان أو بطولة كرة السلة للصغار تابعونا في دور كرة السلة للصغار الغنات الرياضية برنامج السلة في أسبوع بالتعاون مع الاتحاد الكويتي لكرة السلة تنظيم البطولة الأولى لكرة السلة للصغار تحت عشر سنوات ويشارك البطولة جميع الأمبية الرياضية كل يوم جمعة من تاريخ 29.1.2016 حتى نهاية شهر إبريل 2016 في صارة بهبهاني بالنادي العربي من الساعة الرابعة عصرا حتى الساعة السابعة مساعد راح نشوف أحلى المباريات وأجمل المهارات وأقوى المسابقات وعدة ألعاب رياضية ترفيهية راح نشوفهم في البطولة الأولى لكرة السلة للصغار تحت عشر سنوات اليوم راح تبدأ بطولة دوري كرة السلة للصغار تحت عشر سنوات اللي نظم البطولة تلفزيون الكويت برنامج السلة في أسبوع بالتعاون مع الاتحاد الكويتي لكرة السلة البطولة كل جمعة من تاريخ 29.1.2016 لغاية نهاية شهر أربعة كل جمعة راح نلعب مباريات جميع الأندية مشاركة في هذه البطولة أيون اللاعبين يستنسون وبعدين كل واحد يروح بيتهم نتمنى نشوف مباريات حلوة خلال أول أسبوع في البطولة وأول مباراة اليوم عندنا بين نادي القرين مع نادي النصر خلونا نشوف مباراة القرين مع النصر دوري كرة السلة للصغار تحت عشر سنوات مباراة بين نادي النصر ونادي القرين يمثل الفريق نادي القرين محمد سعود السند وحسين محمود عبدين وأيضا عادل فيصل السعيد ومحمد فوزي حامد وزين العابدين الشطي ومهدي فيصل حسين وفهد راشد المري ومحمد مشعل فلاح وأنس محمد زيد وعمر أيمن وطلال مطلق راجح ومصعب أحمد حامد مدرب الفريق صبري شلبي ومساعد المدرب يوسف الكعبي يمثل الفريق نادي النصر مشاري أحمد كامل عبدالله منصور ناصر وعبدالله بدر ناصر سعد أنور جاسم فايز بدر ناصر وعبدالعزيز بدر وخالد فيصل ومشعل أحمد وعلي مالك وفيصل فهد وأيضا سلطان عبدالرحمن وعبدالرحمن منصور مدرب الفريق يوسف يعقوب مساعد مدرب عصام عبدالستار فريق القريل مع الكرة طبعا هذه بطولة دوري تحت عشر سنوات ينظم البطولة ونغطتين شوف حلوة شوف نغطتين للنصر نغطتين حلوة في بداية المبارات نغطتين طبعا ينظم هذه البطولة تلفزيون الكويت برنامج السلة في أسبوع بالتعاون مع الاتحاد الكويتي لكرة السلة دوري تحت عشر سنوات كل جمعة في كل جمعة لندية تتجمع ويلعبون مباريات وأيضا في نقاط وفي أيضا فريق فايز وخسران لأيضا نعطي الفرصة وروح المنافسة تكون بين اللاعبين الصغار المهم أنهم يكونون مستنسين وأولياء أمورهم أيضا متواجدين وأيضا يحبون كرة السلة أيضا متواجدين في صالة النادي العربي صالة بهبهاني والكرة مع النصر النصر يحاول يمر شوفه مشاري أحمد صفر الحكم طبعا أيضا اللي يحكمون المباريات أيضا المدربين مدربين الأندية هم نفسهم اللي يحكمون المباريات الكرة مع الليقرين هجمة على السلة الضيع ياخذها مرة وفي فاول 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 لمصلحة ما شوف اللاعبين شوف المهارات لاعبين أعمارهم سبع سنوات وثمان سنوات وتسع سنوات نشوف لعبين حقيقة متميزين خصوصا في المهارات رميتين لاعب نادي staan عاد الفيصل السعيد عاد الفيصل أيضا بعد كل مباراة رح يتم اختيار افضل لاعب في المباراة وفيصل الضيع من عادل فيصل السعيد رح يرمي الرمية الثانية شوف يقرب شوية خليك على الخط عشان تقدر توصل ويحط له حلوة شوف يحط له يسجل الرمية الاولى عادل فيصل السعيد الرمية الثانية عادل فيصل يلا يا عادل الرمية الثانية ياخذها فريق نادي النصر وهجمة لفريق النصر تطلع الكرة اوت دوري تحت عشر سنوات هذه البطولة الاولى ينظمها قلنا تلفزيون الكويت برنامج السلة في اسبوع بالتعاون مع الاتحاد الكويتي لكرة السلة وفي ايضا رانينج جميع الاندية طبعا مشاركة في هذه البطولة البطولة ايضا قلنا من شوطين كل شوط عشر دقايق وهجمة شوف سريعة عادل فيصل السعيد 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 الله شوف هذا عادل فيصل السعيد يحط له ايضا نقطتين وايضا في فاول عادل فيصل السعيد السعيد يا السعيد يحط له نقطتين وايضا في رمية اضافية رمية اضافية عادل فيصل يكملها ياخذها لعب النصر مشاري احمد يمرر هجمة لفريق النصر ياخذها مرة ثانية فريق القرين آوت لفريق القرين مباراة حلوة quillنا اللعب اللي يلعب في الشوت الأول ما رح يلعب في الشوت الثاني خمسة يلعبون في الشوت الأول وخمسة في الشوت الثاني وايضاً فيه لعبين اثنين احتياط ممكن المدرب يبدل فيه اللاعبين وايضاً المباراة تكون ايضاً كلامان تومان ما فيه دفاع لمنطقة زون علشان ايضاً تبين مهارات اللعب في المباراة والكرة مع فريق نادي النصر وهجمه يحاول يحط له نقطتين يضيع مرة ثانية الكرة مع فريق إليغرين عاد الفيصل السعيد يمرر إلى مصعب أحمد مع الكرة مصعب يحاول يمر مصعب أحمد حامد مصعب تمريرة حلوة يحاول يأخذها مهدي فيصل حسين وكرة مقطوعة مرة ثانية محمد سعود السند يمرر إلى عاد الفيصل السعيد السعيد تمريرة حلوة تحتسل مرة ثانية والكرة الحكم يصفر يقول حصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة إليغرين مع النصر لاعب نادي إليغرين اللاعب عادل السعيد مبروك يا عادل حصولك على جائزة أفضل لاعب في المباراة أين نادي تلعب؟ إليغرين إليغرين أسبوعين صالك أسبوعين بس لعبت شون شبت لعبة السلة؟ زين زينة؟ من اللي يشجعك وقالك روح لعب سلة؟ كابتن أي كابتن؟ صبري كابتن صبري إن زين شنو قال لكم قبل المباراة؟ شد حيلك ولاعب وزين يعني شد حيلك ولاعب وزين يعني إن زين تلعب المدرسة أنت؟ إيه شد حيلك ومبروك على جائزة أفضل لاعب في المباراة شفنا مباراة إليغرين مع النصر واللي فاز فيها إليغرين على النصر تسعة ثمانية كانت مباراة حلوة والإليغرين قدر يتغدم في آخر عشر ثواني في الرميات الحرة سجل لاعب إليغرين آخر رميتين وتغدم وفاز فريق إليغرين على النصر تسعة ثمانية المباراة الحين راح تكون بين نادي العربي مع الجهرة والفريقين مستعدين مثل ما أنت شايفين جدامنا وقاعد يسخنون وشفتوا حقيقة هالمباريات والمستوى والمهارات الحلوة اللي بالنسبة لللاعبين وشفنا اللاعبين الصغار اللي أعمارهم ست سنوات وسبع سنوات نتمنى لهم التوفيق وهي طبعا قلنا الغاعدة الأساسية للأندية الرياضية خلونا تشوف مباراة العربي مع الجهرة في دوري تحت عشر سنوات بسم الله الرحمن الرحيم على الشط يحييكم مرة ثانية من صارة باهبهاني بالنادي العربي لأنقل لكم مباراة العربي والجهرة في دوري تحت عشر سنوات اللي نظم تلفزيون الكويت برنامج السلة في أسبوع بالتعاون مع الاتحاد الكويتي لكرة السلة يمثل فريق النادي العربي عبد الوهاب نواف وعبد الله خريبط وعلي الصراف وبدر عصام وعلي يحية أحمد سعود مهدي أحمد خالد الصراف وعلي حسين ويوسف عصام محمد نجف وعمر أحمد ومدرب الفريق محمد يوسف مساعد مدرب هاني الغلش ومشرف فريق حسن البلوشي أما يمثل فريق نادي الجهراء إبراهيم صالح عوض مساعد بدر نومان محمد عبد العزيز محمد صالح سلطان محمد فهد ظاري برجس بدر محمد برجس يوسف راشد إبراهيم الله شوف يحط له نغطتين شوف حلوة لكن شوف اللاعب ما كان يعرف سجل نغطتين في سلته شوف سجل لاعب العربي لاعب العربي بالخطأ حط نغطتين على سلة فريقه وأيضا يمثل فريق الجهراء عبد الله عبد الرحمن وخالد فصل مدرب الفريق محمود الجندي مساعد مدرب حاتم منيف كرة مع فريق النادي العربي طلع الكرة آوت بطولة كرة السلة للصغار تحت عشر سنوات شارك يا جميع الأندية كرة مع فريق نادي الجهراء محمد عبد العزيز مع الكرة يحاول يمرر يفاول شوف لاعبين تحت عشر سنوات قلنا الفريق يتكون من 12 لاعب خمس لاعبين يلعبون في الفترة الأولى وخمس لاعبين في الفترة الثانية وعند أيضا المدرب لاعبين اثنين احتياط يقدر يبدل فيهم ممنوع اللاعب يلعب في الشوط الأول يلعب في الشوط الثاني نعطي فرصة لجميع اللاعبين يلعبون في المبارات وأيضا دفاع المنطقة كله يكون مان تومان ما في دفاع الزون أيضا علشان نشوف مهارات اللاعبين وأيضا التمريرات وأيضا الارتكاز والوقوف والتصويب كله عن طريق شوف مان تومان الفريقين يلعبون تحت عشر سنوات وهجم للعربي وعلى السلة العربي تميرة حلوة تحت السلة يحاول الضيع يأخذها مرة ثانية شوف لاعب العربي يحاول يمرر شوف عمر أحمد عمر يحاول على السلة الضيع مرة ثانية لاعب النادي العربي هذا شوف الصراف اللاعب رغم سبعة ولد عبدالله الصراف لاعب العربي والكرة مرة ثانية لللاعب محمد عبدالعزيز كرة مقطوعة يأخذها لاعب العربي عبدالوهاب نواف تمريره حلوة يحاول شوف الكرة مع اللاعب علي يحيى العربي في مخالفة لمصلحة العربي دوري تحت عشر سنوات ينظم هذا الدوري تلفزيون لكويت برنامج السلة في أسبوع بالتعاون مع الاتحاد الكويتي لكرة السلة الأندية كلها مشاركة في هذه البطولة كرة لمصلحة العربي تحت سلة الجهرة يمرر إلى الصراف صراف مع الكرة علي الصراف يمرر العربي كرة مقطوعة لفريق نادي الجهرة وهجمة شوف عبد الله عبد الرحمن عبد الله يلا يا عبد الله ويحط لنغطتين شوف عبد الله عبد الرحمن لعب نادي الجهرة يحط لنغطتين حلوة يا عبد الله يحط لنغطتين للجهرة والكرة معه فريق العربي محمد نجف يمرر مرة ثانية حاول يمر كرة مقطوعة الجهرة مع الكرة ابراهيم صالح يحاول مرة ثانية في فاول فاول لمصلحة الجهرة فاول للجهرة ابراهيم صالح مرر الجهرة مع الكرة في مخالفة المشي فطولة كرة السلة للصغار تحت عشر سنوات كل جمعة كل يوم جمعة يجتمعون اللعبين الاندية وفي مباريات كل جمعة مباريات من الساعة أربع لغاية الساعة سبع في صارة باهبهاني بالنادي العربي تشوف هذا لاعب العربي يوسف عصام كرة مرة ثانية العربي عمر أحمد حاول يأخذها مرة ثانية فريق نادي الجهرة راشد ابراهيم هذا راشد ابراهيم اللعب رغم 13 الجهرة أوت لمصلحة الجهرة شوف منتوان دفاع ضاغط من فريق العربي على الجهرة محمد صالح تطلع الكرة أوتو تطلع الكرة أوتو هجمة سريعة الجهرة يحاول لكن يأخذها تشوف مرة ثانية لاعب النادي العربي هجمة للعربي يوسف عصام هذا اللاعب رغم 11 بدر عصام يوسف هذا تشوف ويحط له نقطتين يوسف عصام هذا يوسف يوسف عصام لاعب العربي يحط له أيضا نقطتين وكرة مقطوعة العربي الله أيضا نقطتين شوف هذا لاعب العربي عمر أحمد شفنا مباراة العربي مع الجهرة واللي فاز فيها العربي على الجهرة وحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة لاعب النادي العربي يوسف عصام نقول لك مبروك يوسف على جائزتك أفضل لاعب في المباراة شكرا الحمد لله يوسف شم سنة صار لك بالنادي أربع سنة أربع سنوات شون شبت لعبة السلة زين الحمد لله من اللي شجعك وقال لك تعالي لعب كبتن محمد كبتن محمد شلون نزين شل يقول لكم كبتن محمد في التمرين ركز وخليك أنا موقع عليك كرة سوى التمرين زين وبس أنت حين شايف لعبين العربي اليوم قدموا مبارات حلوة شتحب تقولهم حق الامبارات الياية يا رب تركزون على المباراة الثانية نقول لكم مبروكين مرة ثانية مبروك بسم الله الرحمن الرحيم على الشط يحييكم مرة ثانية من صارة بهبهاني بالنادي العربي لأنقل لكم مباراة نادي الساحل وائل يرموك في بطولة دوري تحت عشر سنوات من الموسم الرياضي الفين وستعشر البطولة الأولى اللي نظمها تلفزيون الكويت برنامج السلة في أسبوع بالتعاون مع الاتحاد الكويتي لكرة السلة والكرة مع فريق نادي الساحل يحاول يمر شوف لاعب الساحل عبد العزيز العتيبي كرة لمصلحة نادي اليارموك حاول يمرر يمرر فريق نادي اليارموك ومعا الكرة أربعة علي الأحوال يمثل فريق نادي اليارموك علي الأحوال وناجي ماجد محمد حسين وحسن محمد وعباس عبد العزيز هزاع عمر الهزاع وجاسم الحشاش وخالد مشاري ونادر أحمد ويوسف عبد العزيز ويوسف العليان وعبد الرحمن خالد مدرب الفريق محمد ممدوح فتوح ومساعد مدرب هيثم العوضي وأيضا يمثل الفريق نادي الساحل شملان مساعد ودعيج مساعد محمد سليمان يوسف عبد السلام عبد العزيز نايف حسن طلال عبد الله عبد اللطيف وحسين القلاف وعبد الرحمن اللببيدي وعبد العزيز العتبي وابراهيم اللببيدي ومدرب الفريق أيمن اللببيدي ومساعد مدرب أحمد عبد العزيز مشرف الفريق عبد الله والإداري ممدوح الضفيري مثل ما احنا شايفين فريقين جدامنا فريق الساحل واليرموك والكرة مع فريق نادي اليرموك اللاعب علي الاحوال يمرر الى جاسم الحشاش كرة لمصلحة اليرموك مرة ثانية وايضا كابتن محمد يوسف مدرب النادي العربي هو اللي قاعد يحكم المباراة ما في حكام هم المدربين نفسهم هم مدربين الاندية اللي مشاركين هم اللي يحكمون للأولاد علشان يعرفون بالنسبة للرنينج ومتى يمشي الكرة ومتى يعمل المخالفة والكرة مرة ثانية لفريق نادي اليرموك حاكم يصفر يقول فيه رميتين رميتين لفريق نادي اليرموك اليرموك رميتين عن طريق اللاعب عباس عبد العزيز اللاعب رغم ثمانية لاعب نادي اللي يرموك لنا البطولة الاندية كلها مشاركة في هذه البطولة كل فريق يسجل اثناعش لاعب خمس لاعبين يلعبون في الشوط الأول يا سلام عليك يسجل الرمية الأولى عباس عبد العزيز حلوة يا عباس عبد العزيز الرمية الثانية ياخذها مرة ثانية لاعب نادي الساحل وهجم الساحل هجم سريعة الساحل مع الكرة يمرر وياخذها مرة ثانية تشوف لاعب نادي الساحل يحاول يمر كرة مرة ثانية الساحل مع الكرة اللاعب ادعيج مساعد اليرموك كبيرة سريعة يمر حسن محمد يأخذها مرة ثانية لعب نادي الساحل عبد الرحمن الابيدي وهجمة لفريق نادي الساحل محمد سليمان يمر كرة يأخذها لعب نادي اليرموك حلوة يقطع لها كرة حلوة لعب نادي اليرموك ناجي ماجد ناجي ماجد قلنا أول خمس لاعبين يلعبون في الشوط الأول وخمس لاعبين ثانين ممنوع اللاعب يلعب في الشوط الأول يلعب في الشوط الثاني وأيضا مدرب عنده لعبين أثنين احتياط هذه بالنسبة لنظام البطولة وأيضا اللاعبين يلعبون دفاع المان تومان ما في منطقة دفاع الزون كرة مع فريق نادي الساحل يوسف عبد السلام هجمة مرة ثانية حاول لاعب نادي الساحل يحاول يمر ويمور على السلة الضيع ما عليه حلوة حلوة ما عليه الضيع من ادعيج مساعد هذا ادعيج هذا ادعيج حلوة يدعيج دخول حلو على السلة وسلم وفعلا صوب على السلة لكن ما عليه يدعيج حلوة يدعيج مساعد كرة مع ناجي 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 لعب نادي ليرموك على السلة ناجي الله حلوة يا ناجي ناجي ماجد حلوة يا ناجي ماجد شوف دخول على السلة وايضا تميرات وايضا شوف الادريبل لاعبين تحت عشر سنوات وفعلا نشكر حقيقة المدربين وادارات الاندية لاهتمامهم الكبير في هذه المرحلة السنية المهمة يعني شوف تحت عشر سنوات يلعبون هذا الدوري بعد سنتين راح يلعبون في دوري الثلاثة سنة راح تشوف الدوري مستوى افضل خصوصا بوجود هاللاعبين اللي كانوا يتمرنون خلال السنتين وايضا لعبون ويكون لهم دوري خاص يشجع اللاعبين ويعطيهم ايضا الروح المعنوية العالية لان اللاعب راح يلعب في الممبارات عكس مثلا في المراحل الثانية ان اللاعب ممكن ان يحضر الممبارات والمدرب ما يلعب لكن في هالبطولة احنا من شروط البطولة انه خمسة في الشوط الاول وخمسة في الشوط الثاني والمدرب عنده لاعبين اثنين احتياط ممكن يبدلهم نعطي فرصة لجميع اللاعبين انهم يلعبون الممبارات وايضا اولياء امورهم متواجدين وايضا نشكر حقيقة اولياء الامور على تواجدهم وايضا مساعدة اولادهم وتشجيع اولادهم في هذه البطولة والكرة مرة ثانية شفنا مباراة اليرموك مع الساحل واللي فاز فيها الساحل على اليرموك خمسة واحد كانت مباراة حلوة وقدموا الفريقين مستوى طيب وحصل على جائزة افضل لاعب في هذه المباراة حسن نقول لك مبروك شكرا حسن شاسبك حسن طلال حسن طلال مبروك يا حسن على جائزة احسن لاعب صالك شمسنا من ليابك النادي من ليشجعك ام شجعتني قالت لي ليش ما تروح ولعبت في نادي الساحل المدرب شو يقول لكم يقول لنا يعني يدربنا عن التمارين ويقول لنا شنو التمارين اللي يعطيكم ياها المدرب يعطيني كروس اوفر يعطونا بعد شلون نعدي يعطونا كل يوم تتمرنون ايه كل يوم الا الجمعة الخميس والجمعة حسن تلعب المدرسة ايه لعب شون شبت لعبة السلة الحمد لله حلو تقول حق رابعك في المدرسة او بالفريج تعالوا لعبة السلة ايه اقول له متو موحد يو اخمينات الساحل اش رايك بالبطولة الحمد لله زينة زينة يلا نتمنى لك التوفيق مبروك مشكرا بسم الله الرحمن الرحيم على الشط يحييكم من صالة بهبهاني بالنادي العربي لانقل لكم مباراة فريق نادي الغدسية وكاظمة في دوري تحت عشر سنوات للموسم الرياضي 2016 بداية المباراة ونقطتين الغدسية شوف اول نقطتين لفريق الغدسية عيسى بدر عيسى بدر يحط لنقطتين يمثل فريق نادي الغدسية نور سامر وعبدالله هشام الشايجي مشاري عبدالله الشرف فيصل حسين الخميس وجاسم محمد البحو والغدسية ونقطتين عيسى بدر محمد ايضا عيسى بدر محمد يحط لنقطتين للغدسية وايضا يمثل فريق نادي الغدسية جاسم محمد البحو سالم زكي بدر وعيسى بدر محمد عبد الرحمن يوسف العزمي علي يوسف عيد العازمي محمد مصطفى عباس راشد صلاح الدين وراشد عبد الرحمن مدرب الفريق مصطفى عباس مثل الفريق نادي كاظمة يوسف خالد درويش عبدالله يوسف الياقوت عبد الحميد عادل الخميس بدر خالد المسلم علي حسن المري عبدالله عبدالعزيز القطان عبدالله يوسف المعمري فهد خالد العبشل محمد الهاجري وجاسم أحمد ويوسف بدر الدوسري محسن راشد الخضر ونقطتين أيضا للغاتسية أيضا نقطتين للغاتسية ومدرب الفريق الكابتن عبدالله بلال وكرة لمصلحة فريق نادي كاظمة مبارات كاظمة والغاتسية في دوري تحت عشر سنوات لنظمة تلفزيون الكويت برنامج السلة في أسبوع بالتعاون مع الاتحاد الكويتي لكرة السلة الغاتسية يحط له نقطتين شوف نور سامر هذا نور هذا نور نور سامر يحط له أيضا نقطتين وكاظمة مع الكرة يمرر لاعب كاظمة شوف مرة ثانية نادي كاظمة عبد الحميد هجمه لكاظمة مرة ثانية يحاول يأخذها لاعب نادي كاظمة الغاتسية نور سامر تمريره مرة ثانية الغاتسية مع الكرة يحاول يمر على السلة يحاول يحط له نقطتين شوف لاعب نادي الغاتسية بطولة حقيقة كل جمعة كل جمعة من الساعة أربع للساعة سبع اللاعبين الأندية يتجمعون يلعبون مباريات وأيضا الكرة مع كاظمة وقلنا جميع اللاعبين يلعبون المباريات وحقيقة حضور أولياء الأمور ومساندة أولادهم وتشجيع أولادهم في هذا اليوم يعني حقيقة شيء حلو شيء حلو نحن نشوفه من الأهالي وأولياء الأمور بالنسبة لللاعبين والكرة مع الغاتسية عبد الرحمن يوسف العازمي هجم مرة ثانية الغاتسية مع الكرة تطع الكرة أو كل جمعة مننا نشوف جميع الرياضيين خصوصا لاعبين كرة السلة وأولياء أمور اللاعبين يكونون متواجدين في صالة بهبهاني بالنادي العربي من الساعة أربع لغاية الساعة سبع كل جمعة بطولة ينظمها تلفزيون الكويت برنامج السلة في أسبوع بالتعاون مع الاتحاد الكويتي لكرة السلة كرة مع فريق كاظمة بدر خالد المسلم كرة ياخذها لاعب الغاتسية نور سامر كابتن محمد يوسف عبد الحميد فرمع فريق نادي كاظمة صفر الحكم في مخالفة شايفين لاعبين نادي الغاتسية وكاظمة في دور تحت عشر سنوات إذا نشكر جميع الأندية والمدربين تعاونهم معنا لهذه البطولة هجمة للغاتسية وعلى السلة يحاول يسجل الضعمة حلوة مرة ثانية فريق نادي كاظمة مع الكرة آوت لمصلحة الغاتسية يحاول لعب الغاتسية يحاول نور نور الضعمة عليها نور حلوة نور سامر حاول يحط له نغطتين حاول يحط له نغطتين نور سامر الغاتسية مع الكرة يفع من كاظمة في مخالفة لمصلحة نادي كاظمة نادي نادي كاظمة هاول اللاعب الغاتسية يسجل تحت السلة يأخذها مرة ثانية حاول يسجل اللاعب عبدالله هشام الشايجي مرة ثانية كاظمة مباراة حقيقة شوف الأولاد مستنسين شوف المهارات المهارات الأساسية حقيقة بالنسبة للدربل والارتكاز والتصويب وأيضا المحاورة شيء حلوق عن شوفه من اللاعبين ونقول أيضا يعطيهم العافية جميع المدربين اللي ماسكين هالبرغ وعلى هذا المجهود اللي قاعدين يبدلونه لتطوير كرة السلة بالكويت والكرة مرة ثانية معه فريق فريق نادي الغدسية يحاول يسجل يأخذها لاعب كاظمة بدل خالد المسلم مرة ثانية هجمة لكاظمة يحاول شفنا بطولة كرة السلة للصغار اللي ينظم هذه البطولة تلفزيون الكويت برنامج السلة في أسبوع بالتعاون مع الاتحاد الكويتي لكرة السلة شفنا مهارات اللاعبين اللاعبين الصغار أعمارهم ست سنوات وسبع سنوات يعني كلهم أغل من عشر سنوات مستوى متميز نقول المدربين يعطيهم العافية على هذا المجهود اللي قاعدين يغدمونا وبالنهاية أيضا أنا أشكر إدارة النادي العربي على المجهود الكبير حقيقة والتعاون اللي قاعد يسويه مع تلفزيون الكويت معطينا الصالة كل يمعة وأيضا امرتبين الأمور داخل الصالة العوائل قاعدين مرتاحين اللاعبين قاعدين مرتاحين شكر خاص لإدارة النادي العربي هذه كانت آخر فأغراء في برنامجنا اليوم نشوفكم الأسبوع الياي وأيضا نشوفكم يوم اليمعة قلنا كل يمعة الساعة أربع في صالة بهبهاني بالنادي العربي بطولة كرة السلة للصغار ومع السلامة اشتركوا في القناة